موسيقى عندنا ضمائر الوصل في اللغة الاسبانية يعني ايه كلمة ضمير يعني ايه كلمة ضمائر الوصل قلنا قبل كده كلمة ضمير يعني حاجة بتحل محل الاسم طيب وصل يعني ايه انا هوصل جملتين ببعض هوصل جملتين ببعض عن طريق هذا الضمير فعندنا ضمائر الوصل في اللغة الاسبانية اشهر ضمائر عندنا كي بمعنى الذي أو التي مع العاقل وغير العاقل وعندنا كين كين برضو بمعنى الذي أو التي مع العاقل فقط ولكن مع العاقل فقط وكين له شكلين مفرد وجامع وعندنا بعد كده الكي 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 بمعنى برضو الذي أو التي مع العاقل وأيضا وغير العاقل والكي له أربع أشكال مفرد وجمع ومذكر ومؤنث يبقى عندنا ضمائر الوصل في اللغة الأسبانية تالت ضمائر عندنا كي وكيين والكي عندنا كي شكل واحد فقط وطبعا معناها الذي أو التي وتستخدم مع العاقل وغير العاقل لكن كيين الذي أو التي مع العاقل فقط وكيين لها شكلين مفرد وهو كيين وجمع وهو كينس وعندنا الكي بمعنى الذي أو التي مع العاقل وغير العاقل ولها أربع أشكال مفرد وجمع ومذكر ومؤنث ولها برضو شكل خامس شكل حيادي النهاردة إن شاء الله هناخد كي النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن كي عندنا كلمة ضمير قلنا كلمة ضمير يعني حاجة بتحل محل الاسم حاجة بتحل محل الاسم يعني إيه كلمة ضمائر الوصل يعني هي ضمائر بتربط بين جملتين تشتركان في نفس الاسم ضمائر من اسمها وصل يعني بتوصل بتربط ما بين جملتين الجملتين دول بيشتركهم في نفس الاسم أي ليهم اسم مشترك مثال عندنا أين يكون اللبن أين يكون اللبن هذه جملة فيها اسم اللي هو اللبن الجملة الثانية أنت اشتريت اللبن برضو هذه جملة تانية ولكن فيها برضو نفس الاسم عايز أربط ما بين الجملتين دول ببعض عن طريق ضمير وصل هاجع على الجملة الثانية هشيل منها الاسم وحط الضمير فهتبقى أين يكون اللبن الذي اشتريته أين يكون اللبن الذي اشتريته فالذي هنا اتحطت مكان الاسم اللي هو اللبن في الجملة الثانية فلما ربطت ما بين الجملتين استغملت ضمير وصل الذي نفس المثال بالظبط بس باللغة الاسبانية عندنا يعني أين يكون اللبن الجملة الثانية يعني أنت اشتريت اللبن عندنا جملتين فيهم نفس الاسم اللي هو اللبن عايزين نربط ما بينهم هنربط ما بينهم بضمير وصل فهيبقى عندنا هتصبح . فحطينا ضمير الوصل ك بمعنى والتي مع العاقل وغير العاقل . برضو عندنا ضمائر الوصل بتستخدم لتقديم الجملة التي تعدل الاسم تستخدم لتقديم الجملة التي تعدل الاسم او تشرح الاسم او تصف الاسم ازاي ناخد مثال عندنا انهيت الكتاب الليلة الماضية انهيت الكتاب الليلة الماضية ادي جملة وادي جملة تانية الكتاب طويل جدا الكتاب طويل جدا الكتاب طويل جدا يعني مليان معلومات كبير عايزين نربط ما بين الجملتين دول عندنا لو نلاحظ نلاقي جملتين دول اشتركوا في نفس الاسم اللي هو الكتاب هنربط ما بينهم ازاي الكتاب الذي أنهيته الليلة الماضية كبير جدا أو طويل جدا الكتاب الذي أنهيته الليلة الماضية طويل جدا أو كبير جدا فحطينا هنا ضمير وصل بمعنى الذي نفس المثال بالضبط باللغة الأسبانية عندنا Termine libro anucha يعني أنهيت الكتاب الليلة الماضية جملة ثانية يعني الكتاب طويل جدا أو كبير مليان معلومات أدي جملتين اشتركوا في نفس الاسم اللي هو الليبرو أي ضربط ما بينهم فربطنا بينهم بضمير الوصل كي يعني الكتاب الذي أنهيته الليلة الماضية كبير جدا أو طويل جدا فبالتالي هنا خدنا ضمير الوصل كي عندنا كي دي أكثر شيوعا واستخداما عندنا ضمير الوصل كي هو الأكثر شيوعا واستخداما وقلنا بيستخدم مع الأشخاص أو الأشياء سواء بقى في وضع الفاعل أو المفعول به سواء الشخص أو الشئ ده موجود في وضع الفاعل أو في وضع المفعول به فعندنا كي أكثر شيوعا واستخداما وبنستخدمها مع الأشخاص أو الأشياء العاقل يعني أو غير العاقل سواء بقى الشخص أو الشئ ده في وضع الفاعل أو في وضع المفعول به فعندنا دلوقتي الاسم ده شخص ولا شيء عاقل ولا غير عاقل الاسم الأمبري يعني الرجل والرجل ده شخص جميل جا دلوقتي في وضع الفاعل أو المفعول به لا في وضع الفاعل الرجل الذي يكون فقيرا كذا ماله مثال آخر يعني الكتب التي تكون طويلة كذا 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 فعندنا هنا الاسم شخص ولا شيء عاقل ولا غير عاقل الاسم يعني الكتب ده شاء ده شيء غير عاقل استعملنا معاها ضمير الوصل كي الذي أو التي وطبعا الكتب ديت في وضع الفاعل أو لفض المفعول به لا في وضع الفاعل مثال آخر لا سينيوريتا كي كونوسي لا سينيوريتا كي كونوسي لا سينيوريتا كي كونوسي يعني الشابة التي قابلتها الشابة التي قابلتها فعندنا هنا برضو استعملنا ضمير الوصل كي بس هنا عندنا الاسم شخص ولا شيء لا شخص عاقل طيب طب هو هنا فوض الفاعل ولا فوض المفعول به لا فوض المفعول به لأنها تبقى أنا قابلت الشابة أنا قابلت الشابة فبالتالي الشاب هنا تبقى مفعول به يعني لا سينيوريتا مفعول به جاءت في وضع مفعول به مثال آخر يعني الرسالة التي قرأتها يعني أنا قرأت الرسالة فبالتالي برضو الرسالة هنا الإسم هنا شيء من الشخص يعني غير عاقل وجاءت في وضع المفعول به وطبعا عندنا ضمير الوصل لا يتم حذفه في اللغة الأسبانية ضمير الوصل لا يتم حذفه في اللغة الأسبانية على عكس الإنجليزية لأن في اللغة الإنجليزية أحيانا ممكن نحذف ضمير الوصل لكن في اللغة الأسبانية لا ضمير الوصل لا يتم حذفه وإلى هنا نكون قد انتهينا من درسنا لهذا اليوم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته